كان أحد رجال الأعمال عبوسا ولا يساعد أحدا لجأ إليه وكان يعاني من أرق شديد ولا يستطيع النوم وفشل الأطباء في علاجه ولذلك زادت خسائره وأحزانه وفي أحد الأيام وبينما كان سائرا بسيارته الثمينة في أحد الشوارع ضربت سيارته بحجر كبير من على الجانب الأيمن نزل الرجل من السيارة بسرعة ليرى الضرر الذي لحق بسيارته ومن الذي فعل ذلك شاهد الرجل صبيا يقف في زاوية الشارع فاقترب منه وأمسك به وهو يشتعل غضبا لإصابة سيارته بالحجر الكبير وقال له يا لك من صبي جاهل لماذا ضربت هذه السيارة الجديدة بالحجر إن عملك هذا سيكلفك أنت وأبوك مبلغا كبير من المال بك الصبي بشدة واعتذر للرجل ثم قال له لي فترة طويلة من اليوم أحاول لفت انتباه أي شخص لكن لم يقف أحد لمساعدتي ثم أشار بيده إلى الناحية الأخرى من الطريق وإذا بطفل ملقا على الأرض وأضاف الصبي إن الطفل الذي تراه على الأرض هو أخي وهو لا يستطيع المشي لأنه مشلول ثم تابع الصبي كلامه قائلا أثناء ما كنت أسير مع أخي وهو جالس على كرسيه اختل توازن الكرسي وسقط في هذه الحفرة وأنا صغير ليس بمقدور أن أرفعه مع أنني حاولت كثيرا أتوسر إليك يا سيدي أن تساعدني على رفعه لقد أصبح له فترة من الوقت هكذا ثم فعل بعد ذلك ما تراه مناسبا بسبب ضرب سيارتك لم يستطع الرجل أن يمتلك عواطفه فرفع الطفل المشلول من الحفرة وإجلسه على الكرسي ثم أخذ يضمض الجروح التي أصيب بها الطفل بسبب سقوطه في الحفرة ثم جلس داخل سيارته يبكي بعد أن دعا له الطفل وذكر له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن يومها أصبح الرجل يعطف على كل مسكين وفقير ولم يصلح سيارته الجديدة بل أبقى تلك الضربة تذكارا عسى أن لا يضطر شخص آخر أن يرميه بحجر لكي يلفت انتباهه ومن يومها أصبح ينام نوما مريحا بعد أن تعلم كيف يقرأ الرسائل الربانية وقد عوضه الله بأرباح كثيرة بعدما تقرب إليه بالطاعات والإحسان للناس وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين في غزوة تابوك تخلف ثلاثة رجال عن الغزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم من غير عذر شرعي كان كعب بن مالك أحد هؤلاء الثلاثة ولأن الجهاد فرض على كل مسلم ولا يجوز له التخلف عنه إلا لعذر شرعي فكان يجب على المسلمين أن لا يتخلفوا عندما ينادي النبي ولا يتخلف إلا من كان له عذر قوي أو كان من أهل النفاق فعندما استعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزوة تابوك واستعد المسلمون معه لم يستعد كعب وقال في نفسه سألحق بهم حتى إذا خرجوا ظن أنه سيلحق بهم ويدركهم ولكنه لم يفعل وأصبح كعب وحده بالمدينة لا يرى إلا رجلا مشهورا بالنفاق أو رجلا من الضعفاء لديه عذر شرعي فلما بلغه أن رسول الله عاد راجعا من تابوك فزع وحزن وفكر في أن يتحجج بالكذب ليتجنب غضب وسخط رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اقترب رسول الله من المدينة زال عن كعب الكذب الذي فكر فيه وعلم أنه لن ينجو إلا بالصدق فعزم على أن يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وصل رسول الله للمدينة بدأ بالمسجد وجلس للناس جاء من تخلفوا عن الجهاد وأخذوا يعتذرون له ويحلفون فيقبل منهم الرسول ويستغفر لهم وكان هؤلاء بضعا وثمانين رجلا فجاء كعب فسلم عليه فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسم المغضب وقال له ما خلفك قال كعب يا رسول الله والله لو جلست إلى غيرك من أهل الدنيا لخرجت من صخطه بعذر والله ما كان لي عذر حين تخلفت عنك فقال رسول الله أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك فخرج من عنده فلحقه أهله يلمونه على أنه لم يقدم عذرا كما كذب المنافقون على رسول الله فيستغفر له رسول الله كالآخرين فسأل أهله هل قال أحد بمثل ما قلت فذكروا له رجلين صالحين هما مرارة بن الربيع وهلال بن أبي أمية وكان كعب قدوة لهما حينما صدق بعد ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن محادثة الثلاثة فاجتنبهم الناس رغم حبهم لهم لأن أوامر رسول الله فوق الحب فاستكان مرارة بن الربيع وهلال بن أمية وقاعد في بيتهما يبكيان حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وكذلك ضاقت على كعب الذي كان يطوف الأسواق فلا يكلمه أحد حتى أقاربه وكان عندما يذهب لأداء الصلاة في المسجد ويسلم على رسول الله يغافله بالنظر إليه ليرى هل رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام أم لا فلا يعرف فلما مضت أربعون ليلة وإذا برسول من النبي يأمر كعبا باعتزال امرأته فقال كعب لها الحقي بأهلك وكان الأمر من النبي باعتزال النساء لصاحبيه أيضا فلما مضت خمسون ليلة أذن الله بالفرج وجاءت التوبة فما أنعم الله على كعب بنعمة بعد الإسلام أعظم في نفسه من صدقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فما من أحد ابتلاه الله بصدق الحديث بمثل ما ابتلى كعبا بن مالك لقد تخلف الثلاثة عن الغزو الذي كان في زمان الحر والشدة ولكن رغم فداحة الذنب وعظمه تجاوز الله عنهم وغفر لهم صنيعهم لأنهم كانوا صادقين مع أنفسهم ومع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فهم لم يخادعوا ولم يأتوا بأعذار كاذبة بل صدقوا واعترفوا بسبب تخلفهم عنه ولجأوا إلى الله تائبين مستغفرين فتاب الله عليهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مزارع فقير لا يمتلك سوى أدوات عمله وحماره الذي ينتقل به من مكان لآخر يعمل أجيرا لدى أغنى أغنياء قريته والذي يمتلك من الأراضي والممتلكات الكثير وكان هذا المزارع مصابا بداء النظر إلى ما عند الغير وكثيرا ما تمنى أن يتبدل الحال ويملك هو أملاك صاحب الأرض الذي يعمل أجيرا عنده رغم أن هذا المزارع لديه زوجة صالحة تقية وابنة تحفظ القرآن ولا تقل عن أمها صلاحة وكثيرا ما طلبت من أبيها أن يشكر الله على نعمة الصحة وراحة البال ولا ينظر لمن هو أعلى منه إلا لمن يسبقه في أمور دينه كما أن زوجته ذكرته أكثر من مرة بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قليل تؤدي شكرة خير من كثير لا تطيقه وما قل وكفى خير مما كثر وألها إلا أن المزارع كان يرهق نفسه دائما بتمني ما عند الغير وقبل فجر إحدى الليالي بساعة نهض الأب من نومه مفزوعة فأسرعت إليه زوجته وابنته وكانت تستغفران الله وتستعدان لصلاة الفجر والمزارع لا ينطق إلا بجملة واحدة لن أنظر لغيري ورضيت بما قسمت لي يا الله وعندما سألته زوجته عما حدث له قال لها لقد رأيت في المنام أني مت وتعلمين أني لا أملك سوى حمار وحبل وفأس وإذا برجلين يسألاني في قبري من أين أتيت بالحمار وبكم اشتريته ومن أين لك المال وهل أديت زكاته وفي أي أرض يرعى حمارك وهل استأذنت صاحب الأرض ومن أين لك الفأس وكيف حصلت على ثمنها والحبل أين وجدته وهل مال الحبل حلال وهل أجرة عملك تستحقها أم أنك لا تتقن عملك وعشرات الأسئلة وكل ما أملكه هو حمار وفأس وحبل فما يكون حساب لو أخذت ممتلكات وأراضي صاحب الأرض التي أعمل بها والتي لا تعد ولا تحصى وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ لا والله لئن أظل فقيرا معدما أرحم لي من ملك الأرض وما عليها فرحت الزوجة والابنة كثيرة وبعد أن هدأ المزارع نهض وتوضأ وذهب إلى المسجد ليصلي الفجر وهو في سعادة كبيرة خاصة بعدما قالت له ابنته هذه الرؤية بشرى لك ولنا لأن الله استجاب دعواتي أنا وأمي لك بأن تكون من القانعين الراضين بما قسم الله لهم وسوف تتحقق قريبا بمشيئة الله دعواتنا لك بأن يرزقك الله الرزق الحلال مع دوام الصحة والرضا وفي الصباح علم المزارع أن صاحب الأرض الثري أصيب بمرض منعه من أكل أنواع كثيرة من أطعمة محببة إليه فحمد الله كثيرا على ما هو فيه يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير